الجزء المحبب بتاعي هو ان احنا نبدأ نكلم بقى ايه في التقارير او العروض المعلوماتية احنا زي ما انتوا عارفين المركز الاعلامي المجلس الوزراء الحقيقة دائما ما يكرمنا كده ويدلعنا بتقارير من وقت للتاني نقرى عبرنا تقارير انا عايزوا فعلا صفحة صفحة لانهما السبع صفحات دول كلهم مهمين فمش هنفوت منهم ولا واحدة متعلقين بايه المرة دي متعلقين بازاي مصر في اطار الجمهورية الجديدة تصبح جزء من خريطة سوق وصناعة الادوية على مستوى العالم العالم طيب ازاي تعالوا نبدأ العرض بتاعي واحدة واحدة كده وتاتا تاتا وعلى مهلنا شوف يا سيدي الجمهورية الجديدة وجهة لاستثمارات التصنيع الدوائي مصر تضع نفسها على خريطة سوق الادوية العالمي هتيجي انت تقول لي يا يوسف مش عارف مين اللي قال الكلام ده هقولك لأ بقى ده انت هتروح على هتلاقي المونيتر بتقولك كده هتلاقي بلونبرج بتقولك كده هتلاقي منظمة الصحة بتقولك كده هتلاقي future solutions بتقولك كده وهوريها لك يعني هوريها لك الكلام بتاع الناس دولي تعالوا نشوف كده مصر من اوائل دول العالم اللي بتصنع عقار اللي هو مولنو بريافير المعالج لفيروس كورونا محليا ده كابسولات كويس يمكن الصورة هتبقى حتى قدام حضرتك يعني مصر هي الدولة الاولى في الشرق الاوسط حلو اللي قامت باصدار رخصة التسجيل الطارق لعقار مولنو بيرافير ده المعالج لفيروس كورونا محليا ماشي كده طيب انتجنا منه قد ايه انتجنا منه لحد دلوقتي 240 الف عبوة عندي مواد خام تمكنني من انتاج المزيد قد ايه المزيد ده 450 الف عبوة طيب هو عبارة عن ايه ماشي هقول لك كلامي يعني الاثر الاكلينيكي هي كلام سهل يعني كلام في منطقة البساطة ساق شديد السلاسة الكلام اللي انا وانت نقدر نفهمه يعني طيب ده علاج عن طريق التناول بالفم كابسولات ادي كل القصة طيب يروح لمين يروح للكبار للبالغين بس مش اي حد جالوا الكورونا او يعني عنده كورونا ياخد هذا العقار او هذا الدواء لكن اللي معرض بعد الشر عن الجميع للخطر البالغ فيبدأ ياخد هذا العقار وطبعا لازم تحت اشراف الطبيب يعني ما تفتكرش انك هتروح السيد الله تاخده وتروح المسألة مش كده لانت لازم تروح المستشفى المستشفى اللي بنصرفه لك الدكتور وما الى ذلك طيب وزي ما كنت بقولكو احنا في 24 يناير الماضي 2022 اصدرنا رخصة الاستخدام الطارق لهذا العقار طيب والعقار ده يختلف ايه يعني هقولك هو قبل كده ما كانش فيه عقار لا قبل كده كان عندنا لقاحات امصال ده بقى دواء طيب الدواء ده بيقلل من خطر الوفاء ولهذا استخدامه خاص بالبالغين المعرضين لخطر بالغ ماشي وطبعا ده يعني علشان حد يحصل على هذا العقار بيكون وصل لمرحلة انه لازم يبقى حالة مستشفى لازم يتنقل للمستشفى وبالتالي المستشفى هي اللي بتصرف لحضرتك هذا الدواء وتخضع للاشراف يتم تهدوله داخل المستشفيات فقط علشان نضمن 100% ان الاستخدام تحت الاشراف الطبي يعني من الاخر يا جماعة هو مفيش حد هيروح الصيدالي يقوله أنا عاوز الدواء الجديد بتاع الكورونا الصيدالي هيقوله تفضل هو مش عند الصيدالي بعد الشارع عن الجميع اللي يجيله كورونا وتعب جدا لدرجة انه بيبقى حالة مستشفى بيتنقل المستشفى ده بيروح وهو في المستشفى الدكتور اللي هيقرر ياخد الدواء ده وإلا ما ياخدوش وإذا خده يبقى ياخده تحت الاشراف الطبي الكامل بالنسبة 100% الموضوع ما فيهوش هزار طيب كويس ان احنا بننتجه هنا بالمناسبة وإلا طبعا كنا بقينا محتسين طيب ده بيجي في إطار ايه هل ده بس بيجي في إطار التصنيع وفي إطار إنساني أهم هو الحفاظ على حياة المصريين قدر الاستطاع الاستطاع هنا مش بس إرادتنا ونيتنا كدولة كجمهورية جديدة كمصر لا هنا كمان في إطار الإمكانيات العلمية المتاح الفلوس دايما تتحل لكن أهم حاجة الإمكانيات العلمية المتاح هكمل معاك ونشوف هو بيعالج فيروس كورونا عن طريق أربع كابسولات كل 12 ساعة لمدة خمس أيام في أكتر من 14 شركة في مصر يا سيدي الكريم حصلوا على رخصة الاستخدام الطارق ادخل باللي بعده اللي بعده عشان خطر اللي بعده أيها توطين صناعة الدواء بتؤدي إلى إيه؟ بتؤدي إلى حاجتين مهمين جداً واحدة منهم هي النتيجة اللي قد تكون شبه سريعة شبه سريعة هي تقليل الفاتورة الاسترادية حلو؟ وده شيء مهم والنتيجة منهم أكثر أهمية هي أنه أنت لما بتصنع الدواء هنا إيه اللي بيحصل؟ صنع الدواء هنا يعني أنا بكسب خبرة جديدة يعني أنا بدعم البحث العلمي يعني أنا بزود من حجم العلماء اللي بيشتغلوا لي على صناعة الدواء مش بس إيد عاملة لأ العقول اللي تشتغل على صناعة هذا الدواء والأبحاث واللي تطور الدواء ده أو اللي تعمل دواء جديد أو تخترع أدوية جديدة أو تشتغل على بعد الشر عن الجميع لقدر الله أمراض أخرى يتم اختراع وابتكار أدوية جديدة لها وما إلى ذلك فدي الأهداف طيب تعال نشوف بقى مثلا وإحنا بنشتغل هي القصة بس بالعقار الجديدة اللي بيعالي الكورونا طيب إحنا قبل كده عندنا ملحمة عظيمة اسمها ملحمة صوفالدي نسبة التصنيع المحلي من احتياجات مصر من الدواء قد إيه؟ أكتر من 75% بالقيم المالية وأكتر من 90% من حيث عدد الوحدات توطين صناعة دواء فيروس سي سوفالدي الشهير 50 دولار سعر الكورس بتاع الدواء للفرد محليا طب هو الفرد بره بيتكلف قد إيه؟ يعني لما أنا جي أقول 50 دولار فأنا عارف دايما أنا في حد هيجي أقول لي 50 دولار يا يوسف اضرب مش عارف 18 يا عم 20 هتجي تقول لي 1000 جنيه هو بره 10,000 دولار يعني حوالي 200,000 جنيه 190 إلا لا استنقى 190,000 يعني حوالي 180,870 جنيه تقريبا حاجة دعا ده بره هنا كتيره كتيره 50 دولار ده يعني كتيره يبقى حوالي 1,900 جنيه تقريبا أو أقل قليل 900 جنيه تقريبا طيب السوفالدي وطنة في مصر بنسبة قد إيه 100% كويس تعال نشوف بقى بالنسبة تقول لي غير السوفالدي أقول لك تعال نشوف المضادات الحيوية الحديثة وطنت صناعتها في مصر ولا لأ أيوة فاندم وطنت وطنت بالنسبة قد إيه 79% توطين للمضادات الحيوية الحديثة حوالي 70 مليار دولار وفر تم تحقيقه نتيجة تقليل فطورة الاستيراد لأنك صنعت 70 مليار دولار بتوفرها كل سنة من فطورة استيراد الدواء لأن حضرتك صنعت أيوة حضرتك أنت ما هو اللي بيصنع ده مين سيادتك كويس تعال نشوف توطين صنعت علاج فيروس الكورونا توطين صنعت كافة المستحضرات وبرتوكول للعلاج بتاع فيروس كورونا وما إلى ذلك قدرنا نوفر أكتر من 2 مليار دولار نتيجة تقليل الاستيراد علشان بنصنع الدواء عندنا توطين صنعت أطرات العيون على سبيل المثال للحصر أنا نسبة التوطين بتاعت صنعت الأطرة بتاعت العينين قد إيه 95.5% نسبة التوطين بتاعته كويس طيب 50 مليون دولار توفير نتيجة تقليل الفطورة الاستيرادية يعني تخيل كده لما أنت تيجي على المضادات الحيوية والأطرة 70 مليار و50 مليون مليار ولا مليون السبعين بتوع المضادات الحيوية استنى كده عشان بقاش بقاش بقول لا من قاسف 70 مليون إيه 70 مليار دي بتبقى كتير قوي 70 مليون دولار في المضادات الحيوية و50 مليون دولار في الأطرات يعني بتكلم تقريبا في حوالي 120 مليون دولار تم توفيرهم لأننا صنعت اللي بعده خد بالك ده كل ده التوفير المباشر لأنه قدامها أن أنت خلقت فرص عمل يعني أنا بكلمك هنا على 120 مليون دولار كنا بنطلعهم كل سنة نشتري بيهم أنتيبيوتك ونشتري بيهم أطرة فإحنا كده وفرناهم يروحوا فين يروحوا لحضرتك يروحوا لحضرتك في إطار إيه والله يروحوا لحضرتك في المستشفى نعمل مستشفيات نعمل مستوصفات نعمل مراكز علاجية نعمل مراكز طب الأسرة نشغل دكاترة أكتر نطور مستشفياتنا أكتر إلى آخره يعني هي تذهب مرة تانية للقطاع الصحي برضه حيلا أو هتفتكت نحن هنروح نشتري لك بيها زيت وسكر خانص كل حاجة بتتعامل في بلدنا بالترتيب بمنتهى الدقة بمنتهى النظام بتاع زمان ده خلاص الجو بتاع زمان ده خلاص طيب وصادها النحية التانية مش بس المائة وعشرين مليون دولار انت وفرته انت فتحت مصانع يعني شغلت ناس يعني خلقت دورت رأس مال يعني خليت كمان مستثمر يشتغل ويصنع ويدفع لك الضريبة نهيك عن زي ما كنت بقولك القيمة المضافة الكبرى تشجيع البحث العلمي تعال نشوف مصر بتجهز بنيتها التحتية ازاي عشان يبقى فيه عندك صناعة دوى كبيرة عملاقة نسبة زيادة المصانع في مصر بتاعة تصنيع الأدوية لللي بيسأل بس واحنا يا جماعة ما بنعملش مصانع ولا ايه انا جايلك على قطاع صناعة الدواء بس من الفين وخمستاشر لالفين اتنين وعشرين مية وثلاثين مصنع كانوا في الفين وخمستاشر بقوا مية وسبعين مصنع في الفين اتنين وعشرين مصانع الدواء ودي مصانع تكلفتها ضخمة جدا 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 طيب نسبة الزيادة هنا بقى قد ايه تقريبا واحد وثلاثين في المية زادوا في السبع سنين دول تلاتين في المية زيادة في حجم وعدد المصانع اللي تعملت في مصر تحديدا في قطاع صناعة الدواء طيب تعال نشوف خطوط الانتاج بقى بتاعت الادوية هل زادت ولا ما زادتش طب ولو زادت زادت بنسبة قد ايه زادت بنسبة اربعين في المية ده برضو من خمستاشر لاثنين وعشرين كان الاول عندي خمسمائة خط انتاج بقى سبعمائة خط انتاج حلو بعمل او بدأت بالفعل في عمل مدينة الدواء بتاعت مصر انها يا جيبتو فارما علشان يحصل ايه هل علشان بس يبقى عندي فيه مصانع تغطي الاحتياج المحلي لا يا فندم انا بعمل مدينة الدواء عشان تبقى مدينة اقليمية لصناعة الدواء علشان زي ما انت بالفعل وبالواقع وزورنا حضراتكم بقى بتقروا جرائد وبتطلوا على المواقع الالكترونية وبتشوفوا كل النيوز بار اللي موجود الشريب بتاع الاخبار اللطيف ده اللي بقى موجود على كل القنوات مصر اصبحت مركز حقيقي لتصدير الطاقة سواء ازا كان في منطقتنا العربية والشرق الاوسط او الى اوروبا اللي اتفاقيات اتوقعت بتصدق او بتصدر يعني لما يجي حد يقول لك ايه عادتوا تقولوا لنا يا جماعة احنا بنعمل كزا وكزا وكزا ويبقى في عندنا فائد من الطاقة والفائد ده فين بنصدروا يا ابني بل احنا عايشين من ايه يا انهار ابيض بنصدروا هم اللي انت فاكر موالد الدولة عبارة عن ايه هو انت فاكر ان اللي بيحصل في مصر ده كله بالمناسبة يعني عشان بس تبقى فاهم انت فاكر ان اللي حصل في مصر ده كله جاي من شوية جمارك وضرايب او على اقول بعضهم اصل كل الكلام ده جالنا من القروض مولانا مصر صرفة تمانية مئتريليون لحد دلوقتي الشاطر يقول لي هي مصر عليها ديون بقى ده ايه كتير هم كتير عايزين نقلل؟ هنقلل نقلل خدمة الدين؟ هنقلل خدمة الدين بنشتغل على كده؟ طبعا بنشتغل على كده كلنا بنشتغل على كده انا وانت بنشتغل على كده انا وانت بنشتغل على كده طول ما احنا بنشوف شغلنا مظبوط طبق انت بتشتغل على كده لكن هو انت فاكر ان مصر سلفة تمانية ترليون ولا ستة ولا خمسة ولا اربعة حتى لا طبعا خالص انت بتشتغل وبتصدق طب انا محتاجة اصدر اكتر طبعا امال دي الرئيس كان بيوجه الحكومة بانه احنا عاوزين نوصل خلال ثلاث سنين لا قيمة صدرات تتخطى الميت مليار ليه عشان عندي خطة عشان عندي رؤية عشان انا عندي اهداف لازم حققها فده اللي احنا بنشتغل عليه في حاجة زي من ضمن الروافد اللي احنا بنشتغل عليها مدينة الدواء جيبتو فارما مركز اقليم لصناعة الدواء على ارض مصر بطبيعة الحال عندي اربعين مستحضر بتنتجهم المدينة بالفعل وانا وانت بنتكلم اجمالي المستحضرات المسجلة واللي تحت التسجيل مية وعشرين مستحضر منتج دوائي يبقى موجود طيب انا عندي في جيبتو فارما دي عندي تقريبا حوالي تلتميت مليون عبوة سنويا طاقة المدينة الانتاجية دلوقتي مش السنة الجاية طيب انا عايز اصدر من دقد ايه عايز اصدر تقريبا من خمستاشر لعشرين في المية من حجم الانتاج بتاعي ده انا عاوز اصدره برا مصر طيب ايه الهدف بتاعي واحد انا عايز امكن المواطن المصري من انه يحصل على علاج دوائي بأعلى جودة وبأقل سعر ممكن اللي احنا بنسميه لك السعر المناسب الدواء في انه خلص ليه تكلفة يعني انا زي سوفالدي على السبيل المستدزل كنت بقولك الكورس كان او الكورس مش كان هو لازال بعشر تلاف دولار في العالم انت خليه توق بخمسين دولار عندك مش بس كده انت كمان ساعدت اخواتك في افريقيا لاجل ذلك ولا ايه طيب تعال كده نشوف تحقيق الامن الدوائي وتجنيب المريض المصري الممارسة الاحتكارية لانه في اوقات كنت تلاقي فلان الفلاني علان العلاني فتح الشركة وفتح المصنع وفتح المخزن وشركة التوزيع فعمل ايه فلان الفلاني او الفلانيين عملوا ايه عمل المصنع حلو وعملوا شركة التوزيع وعملوا سلسلة مخازن في حاجة اسمها نخزن الادوية حلو وعمل كمان او اصبح شريك مع مجموعة الصيدليات فايه اللي حصل بقى هو الكل في الكل فاصبح ايه محتكر ينهر بيض ومصر تسمح بدا في الجمهورية الجديدة لا ما ينفعش فكان لازم يبقى فيه جيبتو فارما طيب وفي نفس الوقت مركز الاقليمي اللي انا عامله ده اللي هو جيبتو فارما اللي هو مش مجرد مصنع ولا اتنين ولا عشرة ولا الف هو كمان انا بقول للشركات العالمية تعالى استثمر عندي هنا في مجال صناعة الدواء والبحث الدوائي ومن ثم وانا بشتغل ابدأ افتح الاسواق التصدرية بتاعتي اللي هي فين انا افتح في افريقيا وافتح في الشرق الاوصر هل في يوم من الايام هيبقى فيها عندي بحث علمي عظيم كبير مهم يؤدي الى انه مصر تصبح هي مخترع مبتكر للادوية ومن ثم تصدرها الى كافة ارجاء المعمورة ايوها يحصل قول فصل ايوها يحصل تغير يا عب عظيم ايوها يحصل انا بقولك ده معلومة ايوها يحصل مش تكاهن يعني ايه ده اهه شوف بقى طيب احنا كنا بنتكلم على البنية التحتية الضخمة اللي بتعملها مصر لاجل التصنيع الدوائي احنا بنهدف لايه؟ بنهدف لانتاج تمن لقاحات رئيسية من خلال الاتفاقات بتاعت نقل تكنولوجيا التصنيع يعني ايه لتكنولوجيا التصنيع انا بستخد المادة الفعالة لا 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 انا عايز التكنولوجيا على بعضها انا بعمل كده مثلا مع شركة سيرم الهندية وهي واحدة من اكبر مصنعين للقاحات على مستوى العالم وما بينها وما بين الشركة القبضة للمستحضرات بتاعتنا كويس؟ طيب فاكسيرا اهو المقر الرئيسي لشركة فاكسيرا بالعجوزة على مساحة واحد وستين الف متر مربع جديت الله رحمة كتسفن هناك جب فاكسيرا على طول وانا بتسميها المصل واللقاح كلون كده المصل واللقاح عنوان كو فين ورا المصل واللقاح على طول حضرتك مهم ياه ينتج المجمع ده بتاعنا لقاحات كويس؟ لقاحات بقى اللي هي الامراض اللي بتيجي بسبب الكلاب بقى الثعابين العقارب الحيات ايضا التيتانوس اللي بيجي بسبب الجروح بقى اللي بتتلوسوا حاجات زي كده كمان بنمتلك مصنع لانتاج الانسولين البشري عشان محدش برضو يعد لعبلك في دماغك على فيسبوك وتويتر الانسولين البشري كمان بيضم هذا المجمع مصنع لانتاج لقاحات الكورونا بطاقة انتجية ميت مليون جرعة سنويا مين فيكو؟ طلب التطعيم وملقهوش يا راجل ده وزارة الصحة بتزن عن الناس يا راجل تعالى الطعم انا منافزي موجودة في كل حتة في المولات في متر الأنفاء بنخبط على البواب وحدات متنقلة في المركز الصحية عايز احنا عنينا ده احنا اللي بنزن عليك فاكرين زمان انه اين اللقاحات مصر لانت استطيع توفير اللقاحات انا عندي فائض ماشي لا استنى طيب انا عظيمة سريع قوي طيب شوف يا سيدي عندي كمان 30 مليون جرعة اللقاح تم انتاجها حتى ديسمبر 2031 انا اللي انتاجت ده مش اللي جالي هدية او اللي جالي شيرة انا اللي انتاجت 30 مليون دول كويس طيب مصنع اللقاحات البيطرية لانتاج لقاح انفلونزا الطيور وسبع لقاحات تانية بتاقة انتاجية 400 مليون جرعة سنويا طيب ليه ليه لان انا قاعد عمال بشتغل على تنمية الصروة الحيوانية والداجينية بتاعتي مش انا عندي اكتفاء ذاتي من الدواجن يبقى لازم لي اللقاحات بتاعته انتج وبعد كده اروح استورد لقاحات ولا ايه انفعش طيب انا مثلا لما كنا بنتابع مع الرئيس نغطي مع الرئيقة يعني نغطي الافتتاح بتاع رئيس مثلا المشروع بتاع مدينة السادات هو ده مشروع اصله ايه اه اصله ان انا عايز اخلق صروة حيوانية حقيقية في يوم الاياب اقدر ابقى عندي اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء في مصر واقدر منتجات الالبان مظبوط الكلام طيب اعمل ايه يعني استنى اللقاحات تجي لي برضو من برا لا انتج عندي اهو طيب تعال نشوف كمان عندي 300 مليون جرعة سنويا هي طقتي الانتاجية لخط تعبئة اللقاحات البشرية فهو التصنيع والتعبئة ايضا كل ده انا بكلمك على فاكسيرا ده اللي بقى اللي في اكتوبر بالمناسبة المجمع الجديد زمان بتاع العجوزة ده اللي هو الواحد وستين الف متر التاني بتاع ستة اكتوبر اتنين وستين الف متر عندي بقى معامل للرقابة انا عايز اتابع الجودة فانا عايز رقابة على الانتاج بيتضمن بقى المجمع التمن معامل دول مزودين باحدث الاجهزة اللي بتقيس جودة المنتج في المراحل المختلفة كويس عندي 150 مليون جرعة هي الساعة التخزينية بتاعتي في المخازن بتاعتي للنقاحات وتم توقيع اتفاقية لانشاء هذه المجمعات اللي مجهزة طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية للتخزين الجيد زائد مصنع سرنجات ذاتية التلف طيب دعنا نشوف اللي بعده مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية أنا عندي ست مخازن استراتيجية للدوى بنستهدف إنشاءها لتغطية الجمهورية لازم يبقى في عندي الاحتياطي بتاعي وأنا يعني أسيب نفسي كده للموجات العالمية أديك شايف اللي بيحصل في الدنيا مفيش أي شيء في الدنيا مضمون على الإطلاق خالص خالص مين فينا كان يصدق أنه يحصل حاجة زي كورونا مين فينا كان يصدق أنه يحصل حاجة زي الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا مين فينا ممكن يصدق أنه في حاجة تانية ممكن تجرى يعني الآن العالم كل يقعد يقولك يا جماعة وإحنا إيهانية العالم دي ولا إيه؟ فلازم طول الوقت تفضل عمل حسابك مصر من 2014 حتى هذه اللحظة هي فعلا بتشتغل بالطريقة دي لازم أبقى عمل حسابي لأن أنا أسألك سؤال حتى قد يكون بعيدا شويتين عن الدواء مسألة هو إحنا عملنا الصوامع ومخزن الغلال والأمح ليه؟ أهو كان فيه كورونا وقتها؟ لا كان فيه حرب وقتها؟ لا طب بتزود الرقعة الزراعية بتاعتك من وقتها ليه؟ أهو كان فيه كورونا؟ برضو لا كان فيه حرب برضو لا ألا طب وإنت اشتغلت بس كده على المخزن أهو أنت ليه عملت مجمعات بتاع تسليل الغاز؟ وليه روح تتنقب عن الغاز بشرق المتوسط؟ وليه عدت تبني فيه محطات لتوليد الكهرباء؟ وأنت كنت عارف إنه فيه حرب ولا إيه؟ كان مش حد عارف إنه فيه حرب لكن كان فيه حد عارف إن مصر ماينفعش تبقى قاعدة مكتوفة اليد وتصبح نهبا للمتغيرات العالمية اللي بتحصل من وقت للتاني واللي هتفضل طول الوقت تجرى مصر مش هتتركع تاني يعني القصة بتاعت إنه يحصل لنا ضغوطات عالمية هندلكو طاقة مش هندلكو أمح مش هندلكو دوامش هندلكو إنسى بقى دي قصة خلصت ده بالعكس بالعكس والله العظيم بالعكس مصر عموما ما بتحبش تلوي دراع حد بس اللي بيحصل في مصر يخليها وإن أرادت لتلوي دراع التخين بس مصر مش كده يعني وين طيب أربعة مليار جنيه ده تكلفة المشروع بتاع المخزن الاستراتيجي مية وتسعين ألف بلدتة هي الساعة التخزينية للمشروع هتقول لي يعني إيه بلدتة؟ قولك معرفش يعني واضح إنها يعني شكل من أشكال القياسات المتعرفة عليها طيب إيه الهدف؟ توفير المخزون الاستراتيجي من الأصلاف زي ما كنت بقولك علشان لجميع الجهات الحكومية يفضل يتروح بقى المخزون بتاعنا ده نقدر إن إحنا ما بين اتنين لأربع شهور أبقى ضامن ده أنا حكتي في إدية مبادرة دعم التصدير من هيئة الدواء في فبراير واحد وعشرين تاريخ إطلاق هذه المبادرة طيب أنا عايز إيه؟ عايز أدعم صادراتي من الأدوية والمستحضرات الطبية عايز أرفع من معدل التنفسية بتاعي أمام المنتجات اللي موجودة في العالم تعال نشوف تجارة الدواء عاملة إزاي تمانية وعشرين وسبعة من عشرة هي نسبة زيادة صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية من ألفين وستاشر لعشرين واحد وعشرين زبنا بهذا المقدار لما حد يجي يقولك عملتوا إيه يعني في مصر من ساعة تلاتين ستة يا ترى هل ترى الرئيس المصري عمل إيه؟ يقوله يجي يقولك الجملة دي صلاحة إيه؟ جملة بالنسبة لي قراءة كارس السيسي عمل إيه؟ السيسي عمل التمانية وعشرين في المائة وسبعة من عشرة زيادة حجم الصادرات بتاعة المنتجات الدوائية في مصر أنا هنا بكلمك على الدواء بس السيسي خلى السوفالدي للمصريين بخمسين دولار بدل ما هو بعشر تلاف دولار وأنا قلتها مرة واثنين وثلاثة ومستعدة أقولها ألف مرة ده دلو الإنجاز الوحيد لرئيس الجمهورية لابوس راسه ألف مرة انت عارف يعني إيه؟ بلد كانت أكباد ولادها بتئن يماتي أتمنى إنه ما يكونش حد في حضراتكم اللي سمعينها في اللحظة دي يكون عنده أب أم أخ أخت قريب حسيب نسيب عانى من فيروس سي عشان أنت ما تعرفش الفيروس ده كان عامل إيه؟ في المصريين فعارف يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يسبب الأسباب فيجيب لك رئيس يعقد النية والعزم إنه إحنا هنعالج المصريين يعني هنعالج المصريين يا راجل ده أول مبادراته كانت ميت مليون صحة إيه العظمة دي؟ إيه العظمة دي؟ طيب تروح على مية واربعين وتلاتة من عشرة في المية نسبة حجم المبيعات السوق الدوائي المصري تعالى نروح بسرعة على ستة وسبعة عشان عندي خبر مهم جدا عايز أتكلم عليه جدا يعني عجيبني جدا ده اللي كنت بقولولك في الأول منظمة الصحة العالمية بيقولوا إيه على تطوير صناعة الدواء في مصر التزام مصر المتزايد بالرعاية الصحية سيعود بالفائدة على توسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية الشاملة واعتماد شراكات استراتيجية جديدة على المستوى الدولي بقطاع الصحة وزيادة الاستثمارات بصناعة الدواء the future solutions وبيكملوا وبيقولوا بدعم من تمويل الدولة المصرية الإضافية والاستثمارات الأجنبية وشراكات التعاون الدولي نتوقع أن تستفيد مصر بصورة متزايدة من موقعها كمركز طبي إقليمي كما نتوقع أن يزداد عدد اتفاقات التجارة التنائية والشراكات الاستراتيجية خلال 2022 شوف المونيتر بتقول إيه بتقول مصر تنشئ أكبر مصنع للقاحات لفيروس كورونا في الشرق الأوسط حيث تستعد الافتتاح مجمع مصانع فاكسيرا بهدف إنتاج أنواع مختلفة من اللقاحات بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية نيويورك تايمز كثفت الدولة نيويورك تايمز على كل صباحية لازم يهجم مصر ولازم يهجم الرئيس ولازم يهجم تلاتين ستة كثفت الدولة المصرية جهدها لتشجيع المواطنين للحصول على لقاح كورونا من خلال العديد من الطرق كما نظمت حملات تطعيم للموظفين وطلاب الجامعات وبدأت في إنتاج اللقاح محليا بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاح والتصدير إلى الدول الافريقية الأخرى بلومبرج بيقولوا تستعد مصر لتصدير لقاحات كورونا محلية الصنع إلى الدول الافريقية وتتطلع لأن تصبح مركزا لتصدير اللقاحات داخل القرى منظمة الصحة العالمية المنظمة اللي شغلتها كل الكلام ده بتقول أظهرت جائحة كورونا عدم الإنصاف الكبير في توزيع اللقاحات ولذلك تم إنشاء مركز نقل تكنولوجيا اللقاحات بجنوب إفريقيا لتحسين إطاحة اللقاحات للجميع وقد تقدمت مصر لتصبح واحدة من الدول المستفيدة من هذا المركز نهنق مصر ده الكلام لمنظمة الصحة نهنق مصر على اختيارها واحدة من أول ست دول تتلقى تكنولوجيا إنتاج اللقاحات بتقنية رن المرسال مش عارف مصطلح معرفوش بس مش دي المسألة يعني وتتطلع منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة العمل معها لدعم درها الحيوي في تعزيز الأمن الصحي والإنصاف للجميع غير بسرعة عظيمة هواء أيواء مصر هي الدولة الأولى بالشرق الأوسط اللي بتحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات ده يؤهلك إلى إيه؟ إنك مصر تعتمد لتكون واحدة من الدول المرجعية اللي بيمكن الاعتماد عليها في العمل الرقابي الدوائي العالمي يؤهلك لمجموعة من المكتسبات النتجة من هذا الاعتماد مصر تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في سوق الدواء ده يؤهلك إلى إن مصر تقدر تفتح أسواق التصدير للمستحضرات الطبية المصرية وخاصة اللقاحات في الأسواق العالمية طيب هيئة الدواء المصرية وصلت لمستوى النتج الثالث تبقى لWHOGBT maturity level 3 هما اللي بيقولوا معدل النتج الثالث أو مستوى النتج الثالث لتنظيم اللقاحات المنتجة محليا ومستوردة بكده مصر هتبقى هيئة أو بكده تكون هيئة الدواء مؤهلة للإدراج في قائمة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالجهات التنظيمية طيب ده كمان إنه بيتم إجراء التقييم من قبل منظمة الصحة العالمية الدولية خلال شهر نوفمبر 21 ومارس 22 كل دي تعليقات منظمة الصحة تم التأكيد على إنه هيئة الدواء المصرية بتحقق أداء جيد مقارنة بمعظم المؤشرات الواردة في تقييم المنظمة يعني معظم المؤشرات الواردة في تقييم المنظمة مصر بتحصل على مؤشرات عالية بالمقارنة بالناس التانية ده قالك الغالبية من المنظمة يعني من المؤشرات الظهر على الناس التانية مش قد كده يستند التقييم إلى مجموعة من أكتر من 260 مؤشر بتغطي كافة الإجراءات الرقابية بدءا من التسجيل مرورا بالاختبارات اللازمة مرأبة السوق القدرة على الكشف على أي ممارسة خاطئة ده كلام منظمة الصحة على اللي بيحصل في صناعة الدواء عندنا هنا في مصر ترجمة نانسي قنقر شكرا